أسلم سيدنا أبو بكر الصديق بدون تردد لحظة وآمن مع صاحبه صلى الله عليه وسلم لكن الشيء العجيب اللي ما ينسهوش النبي أبدا إن أبو بكر راح ورجع معه خمسة كأنه حسب وجبه تجاه صاحبه عليه الصلاة والسلام هو أنا سعدك إزاي وانصرك إزاي ويبدو إن أبو بكر الصديق من حلاوة سمعته الناس كان بتافق فيه جدا فراح ورجع بخمسة من العشر المبشرين بالجنة أسلمه على أدية عثمان بن عفان الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص خمسة من العشر المبشرين بالجنة أسلمه على إيد ثانية اثنين اللي هو سيدنا أبو بكر صاحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكأن سيدنا النبي بدأت دعوته بدفعة كبيرة جدا من صاحبه طبعا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وده هيخليك بعد سنين طويلة تفهم ليه سيدنا النبي قال ما منكم من أحد الله علي يد إلا كافأته بها إلا أبو بكر له علي يد يجزيه الله بها معرفش أشكرك يا أبو بكر عشان الرحلة بدأت بالهمة دي بدأت بالسند والدعم ده وخليك معايا بقى وتفرج على كتف سيدنا أبو بكر إزاي في كتف النبي في كل مشهد وبره سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بره مكة كده وهو أبو بكر بيعبوده ربنا سبحانه وتعالى في الخفاء ومع بداية الدعوة السرية وكلام النبي مع أعداد قليلة وبداية طلعان كده سمعة إن في حد بيدعي النبوة فناس تقول ده شاعر ده كاهن ده ساحر مجنون فيعد النبي على رعي غنم صغير كده اسمه عبدالله بن مسعود كان بيرعى بعض بعض الغنم لعقبة بن أبي معيط عقبة بن أبي معيط ده بطل من أبطال السيرة بس من شداد الكفار اللي قاذه النبي جامد قوي فالنبي ماشي في الصحرة مع أبو بكر فقال لعبدالله بن مسعود ممكن نشرب لبن من الغنم قال له بس الغنم ده مش بتاعي وأنا مستأمن عليها قال له طب فيه غنمة لم يقع عليها الفحل يعني ما وقعش عليها الذكر فهي أكيد مش حامل وأكيد مفيش في ضرعها لبن فقال له آه دي لسه ما تجاوزتش فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح على ضرعها فنمى الضرع معجزة من عند ربنا وقدرة بيكون فيكون ببركة إيد النبي عيسة والسلام أشهد أنه رسول الله وقاموا جايبين صخرة كده مقعرة زي الكباية وحلب النبي عيسة والسلام وشرب هو أبو بكر وإن مسعود بيبص كده فقال له إيه ده بقى يا أخ العرب فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبوة وعن الإسلام وكأن كان فيه ناس كتير في الجزيرة العربية عارفين أن موضوع عبادة الأصنام ده مش مقنع وعندهم بقايا من عقيدة سيدنا إبراهيم والتوحيد وبقايا من أهل الكتاب فأسلم سيدنا عبد الله بن مسعود من ذلك الموقف ومن تلك اللحظة لكن فيه مشهد مش قادر أعديه وهو مش مشهور خالص في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه واحد من قبيلة برا مكة اسمه عمر بن عنبسة كان بيقول على نفسه وكنت أرى أن الناس ليسوا على شيء الناس اللي بتعبد الأصنام دي مش صح فيه حاجة غلط في دينا ودين أبأنا ودين أجدادنا مش مستريح وانا بسجد لصنم واتكلم معاوه وحجارة كده سواء على هيئة إنسان صنم أو الوثن الحجارة مش مرسومة على هيئة كائن حي أي حجر بنسجد له وكنت مش مقتنع بيحكي من فكرة أن أنا وأنا مسافر أخد معايا حجر صغير كانوا بيجي ياخدوا معاهم أحجار كأنه إله صغير كده يسجد له ويستخير ويمشي مين ولا شمال وهو مسافر فقال الكلام ده كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء فلما سمعت بمن يدعي النبوة في مكة ذهبت إلى مكة ورحل سيدنا النبي فقلت له من أنت قال محمد قال وما تدعي قال إني بعثت بالنبوة قال وما النبوة فبدأ سيدنا النبي يشرح له التوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله قال إلى ما تدعو قال أدعو إلى صدق الحديث وصلة الرحم والأمانة وأن تترك الأوثان من دون الله قال أشهد أنك نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنك رسول الله كأنه كان بس محتاج يسمع حاجة فعلا متسقة مع العقل ومتسقة مع المنطق فقال لهم عايزة أبقى معاك فقال له النبي لا ارجع إلى قومك إنك ترى ما نحن فيه الآن شوف صدق النبي وأمانته عليه لا استنى إحنا دلوقتي ضعفاء وإنت ما تستحملش لزيك ما يستحملش ارجع إلى قومك فإن ظهرت وأظهرني الله يعني انتصرنا وكثرنا فتعال إلي وتعدي سنة في اتنين فعشرة فأكتر وعمر بن عنبسة ييجي لسيدنا النبي في المدينة ويخش على النبي يقول له تذكرني يا محمد قال نعم أنت أخ العرب الذي التقيته في مكة ويكمل حياته مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا محبتش عدي موقف زي ده لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان الطبيعي يقول له أيها خليك جنبي وسندني هو عارف ضعف وهو مش من البلد دي وروح أنت دلوقتي ولما نقوى ابقى تعالى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أنا المشهد ده من كتر ما هو عظيم ساعات ما بعرفش أتخيله أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو أبو بكر الصديق إلى الله فيسلم من غير تردد ويغيب يرجع له بخمسة من أعظم من عرفتهم البشرية خمسة من العشر المبشرين بالجنة زبير بن العوام طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص أبو عبيد بن الجراح عبد الرحمن بن عوف كل واحد في دول أم الوحد هم لو عشر مبشرين بالجنة خمسة أسلاموا على إيد سيدنا أبو بكر الصديق عايزك بس تتخيل معايا الميزان يوم القيامة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقولك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا رجل أي حد بعد كده بعد ما اهتدى كان هدى الناس ولا ما هدهمش كان بيصلي كتير ولا لأ مجرد أن حد يعرف ربنا عن طريقك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها ما بالك اللي اهتدى ده خمسة من العشر المبشرين بالجنة أول حاجة سيدنا أبو بكر الصديق دايما بيفكر إزاي بقى الجزء من العون جزء من الحل عمره ما كان حمل إنما دايما بيزق الأدام بيساعد تاني حاجة مش محتاج توصية بيفكر ويتحرك تالت حاجة متاخدش كلامي ده وتقولي طب أنا بعد الحلقة دي هاعد أكلم الناس عن ربنا وهاعد أقولهم يصلوا استنى صح ايه عمل كده بس مش بس كده انت ممكن تهدي إنسان للصلاة ربنا يتقبل يا ثقل ميزان حسناتك بس انت ممكن تهدي إنسان إنه يعرف اشتغل كويس وتفاهمه الصنعة بتتعامل ازاي فيكسب لقمة عيشه من وراك في حياته تستقر فيعرف يعبد ربنا انت ممكن تبطل عادة سيئة في البيت فالبيت كله يبطل بطل زعيق بطل تكشير بطل إنك تستنى إن الأول اللي قدامك يقولك صباح الخير ايه دا أنت رجع الضحكة للبيت بعد المشاكل اللي كانت فيه ايه عامل الحاجات دي بالمناسبة هو دا الدين اللي بيتق الموازين حسنات الناس في الدنيا وفي الآخرة آه عايزين ندعو بعض لشعائر دينية هي فرائد دي أهم حاجة أنا عارف بس ما تقصرش الموضوع على كده لأنك في وقت من الأوقات ربنا هيفتح عليك إنك عندك أفكار لمشاريع بسيطة الناس تكسب منها لقم تعيش في حياتها تستقر فتحب ربنا فتعيش حمدا لربنا بسببك مع إنك معلمتوش آية في القرآن إنما علمته إزاي شق طريقه يكسب رزقه فخليك زي سيدنا أبو بكر الصديق اللي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واحد فيكم لي علي فضل أنا شكرته في الدنيا إلا أبو بكر له علي يد يعني فضل يجزيه الله بها